اعتقد اغلب حضراتكو عارفين البيع بالعربون اللي هو حدك بتدفع عربون مقابل بتشتري شيء سواء كان سيارة كان شقة كان فيلا كان عكار اي شيء بيجوز البيع بالعربون مقابل حدك بتدفع مقدم مثلا مقابل ان هو يبيع لك الشقة دي او السيارة دي في اليوم الفلاني تنفس بالعقد وبرضه لازم تكتب به عقد زي ما احنا عارفين ان اي شيء واي اجراء بيتم لازم نكتب به عقد البيع بالعربون هنا بيعتبر هو اجراء عادي جدا واجراء قانون صحيح جدا بيكون هنا البيع بيت خلاص اتتقت ارادة البائع والمشتري على بيع هذا الشيء بالعربون اذا المشتري في الشيء هنا اخلي بالتزاماته وماشتراش او مالتزمش بالعقد اللي بينكو او بالعربون ده هنا البائع من حقه ان هو يخلي العربون عنده يحتفظ بالعربون هنا نظر ان المشتري اخلي بالتزاماته لكن اذا البائع اخلي بالتزاماته ومنافسة الاتزاماته هنا فمش بس بيرجع العربون انا عايزكو تراجع المادة 148 من قانون معاملات المدنية وشو بيقولك انه في حتى دي ايه كمان سواء انت كنت بقى او مشتري وثبت للمحكمة ان الموضوع ده سبب لك ضرر فمن حقك تطلب كمان بالاضافة للعربون التعويض يعني مثلا انت لو مشتري وكنت شاري شقة بمليون درهم ودفعت العربون بتاعها 100000 درهم واسبت للمحكمة ان الباقع ده لما اخل بالبيع كنت قدر تشتري شقة او كان في اوفر ليك افضل من ده وراح عليك بسبب لما انت اتفقت مع الباقع فمن حقك تطالب برضو بالتعويض ده طب انت كباقع مثلا وكان عندك شقة باتباح مليون درهم والمشتري اخل وبرضو ما اشتريش الشقة فلو كان معاك اوفر وليكن مثلا مليون ومئة الف درهم قدر تطالب بالعربون بالاضافة لنسبة التعويض اللي هي كانت عندك زيادة بس ده لازم تثبته للمحكمة بشكل كويس ترجمة نانسي قنقر